طيب التحية لك مجدداً والتحية للمشاهدين حقيقةً صحة شعبنا صباح هذا اليوم على أحداث قاية في المأساوية وقاية في السواد يعني زي ما يقولوا وهي ما حدث بكل بساطة يعني بدون رتوش وبدون يعني مجافاة للحقائك هو انقلاب عسكري كامل الدسم لعبت فيه المؤسسة العسكرية وعلى رأسها القائد العام للقوات المسلحة السيد عبد الفتاح البرهان والسيد نائب رئيس مجلس السيادة أيضاً السيد محمد حمدان دقلو حميتي الدور الأكبر في ما يحدث الآن في الخرطوم وتوصيف ما حدث زي ما أنا قلت هو انقلاب كامل الدسم لأنه هو امتداد لحلقات طويلة جداً يعني كان فيها المكون العسكري في الانتقال يعني لعب دور كبير جداً في تسميم أجواء الانتقال الديمقراطي في السودان بأحداث متتالية ومعلومة لكل جماهير شعبنا نعم جبان سعود لكذا من التفلتات الأمنية ثم انتغلت إلى صفحة الانقلاب العشرين سبتمبر الماضي الفاشل ثم جاءت صفحة الإرهاب ثم جاءت صفحة الشرك التي أيضاً تؤشر بما لا يضع مجال للشك التماهي فيها مع المكون العسكري بشكل واضح جداً بدليل أنه الآن السيد تيريك أعلن تأييده بشكل واضح جداً لاستلام العسكر للسلطة أيضاً بعض المكونات الداخلية التي لعبت دور أيضاً في تهيئة المسرح بالاعتصام المصطنع الذي تم أمام القصر هي ليست قولها الحرية وتغير أنا في تقديري ما حدث الآن هو عبارة عن تحالف بين قوى الاستبداد العسكري ممثلة في قيادة القوات المسلحة ممثلة في قيادة الدعم السريع ممثلة في بعض الفلول ممثلة أيضاً في بعض الأطراف من شركاء السلام للأسف الشديد أعجل من هذا